أهلا بحضراتكم مجالة CEO World الأمريكية صنفت مصر ضمن قيمة أفضل 30 وجهة سفر عالمية يمكن زيارتها في حياتك التصنيف ده اعتمد على قراء أكتر 295 ألف قارئ وده مش جديد يمكن من إسابيع بسيطة صنفت مجالة فوربس مصر ضمن أفضل 3 وجهات عالمية والإنتباع ده هو اللي خلى مصر تحقق أكتر من 15 مليون سائح خلال عام 2023 طبعا ما في الشكل وده رقم كبير جدا ورقم ضخم إذا قرناه طبعا بالسنوات اللي فاتت نتكلم عن مميزات المقصد السياحي المصري وإزاي نستفيد من هذه الإشادة الدولية بنرحب بضفنا الخبير السياحي اللي بنورنا حسام هزاع صباح الخير على حضرتك صباح نور أهلا بيك أهلا بيك لما نتكلم في البداية عن مميزات المقصد السياحي المصري إذا ما قرناه بالمقاصد السياحية المجاوة مصر طبعا مقاوماتها السياحية متنوعة وكتير جدا سواء من ناحية الأثرية أو ثقافية طبعا الشاطئية العلاجية كل أنواع السياحات موجودة في مصر الإشادة بتيجي نتيجة أولا في عامل مهم الدولة مع الدول الأخرى العلاقات السياسية طبعا مصر علاقاتها بكافة الدول علاقة ممتازة المنطقة في بعض الدول بيبقى فيها مشاكل زي ما احنا شايفين محيطة بمصر احنا ما ينفعش معنا غير التيران الشارتر أو التيران المنتظم للسياحة المطارات أمنة الحمد لله الأمن والأمان العلاقات اللي بتقوم بيها مصر في منطقة الشرق الأوسط كاستقرار كل العوامل دي تيجي الخطط اللي بعد كده اللي بتضاعها الدولة كخطط استراتيجية للسياحة والجذب عدد أكبر من السياح من كافة الدول المختلفة طبعا طرق التسويق بتختلف من دولة إلى أخرى احنا عندنا السبب الأساسي في الخطة اللي وضعت ونفذت بطريقة سليمة لجذب أكبر عدد ممكن هي حضور الكافة المعارض الدولية اللي بتمثلها أو بتمثل فيها دايما مصر سواء كوزارة السياحة ما هي التنشيط السياحة مع رجال الأعمال والمستثمرين بنطلع بورصات كتيرة زي المعرض أو الإفنت اسمه بورصة بورصة برلين طالعين إن شاء الله بورصة دبي الفترة القادمة في بعد كده بورصة لندن أو قبلها كان في بورصة لندن في نوفمبر بورصة أسبانيا بورصة روسيا اللي هي الإفنت العالمية وفيه في الهند إلى آخره كل العوامل دي السياح طبعا بتيجي طبعا الحرب بتاعة غزة وإسرائيل قصرت في نسبة الحجوزات ولكن في حجوزات كويسة اللي بيحصل إن احنا بنقدم في مصر سيرفز على أعلى مستوى في الفنادق في كل شيء في المناطق الأثرية في البروفيشنال تور جايدز اللي بيبقوا موجودين ده بقى أنا بدخل في النقطة دي مهمة في الترانسبورتيشن في الأفواج السياحية اللي بتيجي عندنا الشركات وبننظم البرامج السياحية دي بنطلب من كل السياح بعد كده إنه هم يكتبوا الريفيوز بتاعتهم وقراءهم على المواقع العالمية تريب أدفايزر جوجل إكسبيديا واتفر بقى وده هو اللي بيخلي المواقع العالمية تشوف الأراء بتاعت السياح كلهم اللي زاروا مصر وعلى أساسها بتقول مصر كوجهة سياحية من ضمن الوجهات العالمية بالإضافة طبعا التقس والمناخ طيب يعني لما نيجي نقول السائح اللي بيجي لو ما كانش خد إكسبيرينس أو ما خدش تجربة مرضية مش هيكتب حتى يعني عن طريق الطلبات يعني أكيد هيبقى محتاج نوع من أنواع المعاملة الطيبة جدا ويكون استمتع جدا عشان يقدر يكتب ريفيو أو يقدر يكتب وجهة نظره إحنا بنشوف كل واحد محتاج إيه ونوفره له يعني فيه البعض بيبقى جاي بيدور على سياحة شاطئية البعض بيدور على سياحة سحراء وسفاري وغيرها السياحة الرياضية سياحة علاجية إحنا عندنا أنواع كتير جدا من السياحة طبيعي إحنا لما بنقوم بالحملات التسويقية أولا كدولة وغطاع خاص بتبقى معروف لدينا أكيد الكالتشر بتاعت كل دولة الثقافة بتاعت الشعب أو المجتمع ده موعيد الأجازات يعني إحنا مثلا لو جينا لمجتمع زي المجتمع الأمريكي المجتمع الأمريكي بيجي لنا منه أفواكس يا حياء المجتمع إحنا فاهمين الكالتشر بتاعته إنه هو جاي عايز يشوف رحلات ثقافية حضارة تاريخ أثار كله لكن مش هيبقى يهمه إنه هو يا واحدة روح الشاطئية لأنه عنده المحيطات الباسيفيك إلى آخره يعني وعنده الكروزيس العالمية الكبيرة اللي بتقعد ست شهور في الله فهو مش محتاج دي لو جينا نبص للسياح مثلا السيني بيحب السياحة الثقافية والشاطئية بسيط الهندي السياحة الثقافية هنيجي للسياح بقى الروسي الأوكراني أوروبا الشرقية لا بيحب السياحة الشاطئية جدا خلاص ولو قلت له لو حضرك عرضت عليه مثلا برنامج ثقافي أسبوع أو عشر تيام مع نايل كروز هيقولك لا أنا مش عايزه أنا عايزة عادة على البحر فهنا بتبقى الحملات التسويقية طبعا درسة الثقافة بتاعت كل شعب هتوجه ليه إمتى قبل الأجازات بتاعته قبل الإيسترن مثلا في أوروبا في كذا يعني وكل دولة بتختلف فيها بعض المحافظات اللي موجودة أجازاتها مختلفة عن الأخرى زي الألمان مثلا ده بيتأثر بالسياحة الميديا الإعلانات في التلفزيون ده بيتأثر بالجوجل ده بيتأثر باليوتيوب ده بيتأثر بالفيسبوك فكل ده طبعا بيبقى مدروس في الحملات التسويقية لجذب أكبر عدد من السياحة الفترة القادمة مثلا في السياحة احنا مصر كلها عندها معلومة وطبعا الشركات السياحة إلى آخره أن السياحة الخليجية هتبقى قوية جدا السياحة وبالذات في منطقة الساحل الشمالي إلى آخره فيه سياحة أوروبية هتيجي بس سياحة شاطئية أوروبا الشرقية بتيجي على مدار العام طب فيه أسواق أخرى فيه سياحة ثقافية بس مش هتبقى بنفس الكم اللي بيجي في الشتاء وهكذا بتبقى العمليات طبعا على أساس دراسة وعلى أساس تسويق وعلى أساس أنماط معينة على أساسها بتوجه الحملة التسويقية سواء من قطاع الخاص أو من الدولة طيب حضورنا عامل إزاي في البورصات يعني احنا ذكرنا أكتر من بورصة دلوقتي متواكدين على طول بسافرين إن شاء الله إن شاء الله حضورنا وتمثلنا عامل إزاي في هذه البورصات خصوصا إحنا موجودين وفي دول تانية بتعرض هي كمان مقاوماتها السياحية ما هو إحنا بنحضر البورصات الدولية دي أو المعارض الدولية أولاً بيبقى تصميم الجناح المصري في المعارض الدولية على شكل متحف فرعوني بشكل جميل في كل التكنولوجي ده ثابت في أي دولة وثري دايمينشنز إن انت ممكن تشوف من خلال الشاشات اللي موجودة يعني عايزة أقول إيه إن انت متواجد مثلاً في البحر الأحمر متواجد في منطقة الأهرامات إلى آخره بالإضافة إلى المطعم المصري بيبقى متواجد في الأجنحة بتاعتنا بيبص ليك جايين والدول العربية والدول الأجنبية إنهما برضو يدوق الأكل المصري وبيبقى طبعاً نوعاً من الدعاية بيتصوروا الناس في المعارض اللي بيحصل بقى إن إحنا لما بنطلع بيبقى كل شركة عندها ستاند مثلاً أو فندق إلى آخره وبيحصل مقابلات وبنعرض البرودكت بتاعنا لأن السياحة صنعها البرودكت هو المنتج السياحي البرنامج السياحي يعني إحنا مثلاً بنسوق في كل المعارض للمتحف المصري الكبير برغم إنه هو لم يفتتح رسمياً ولكن بيجي لنا سياح وبيحضروا المتحف المصري كبير والمتحف المصري ومتحف الحضرات هنا بقى الشركات بتوجه أو بتعمل البرودكت والمنتج بتاعها وبتقدموا على حسب الجنسية طبعاً القرص سياحية الكبيرة وسلسلة الفنادق اللي موجودين اللي بيسوقوا للسياحة الشاطئية بيبقوا متواجدين الحوافز اللي بتقدمها الدولة ووزارة السياحة وهي التنشيط السياحة متمثلة في دعم التيران الشارتر أو التقديم الحوافز دعم لوجستي مثلاً لو فيه عشر أماكن بيبقى فيه ليهم دعم رقم معين بحيث بتذكرة وهكذا توزع على عدد السياح كل ما زادت المقاعد السياحية في التيران الشارتر مع وجود شواء الفندقية والفنادق كل ما بيزيد عدد السياح بشكل كبير وطبعاً كل ما تطور لأن احنا عايزين نوصل إن شاء الله في تمانية وعشرين لتلاتين مليون سايح فمحتاجين طاقة استعابية أكتر في الفندق وتيران شارتر أكتر ولكن فيه بتزيد أعداد التيران الشارتر بتزيد أعداد الرحلات السياحية من كافة دول العالم لمصر بقى لكافة المحافظات كل سايح على حسب يعني السياح الأجنبي مثلاً بيفضل البحر الأحمر بشكل كبير الشعب المرجانية عايز الدايفينج الحاجات دي كلها مش متواجدة عنده في أوروبا وعايز الشمس كمان وعايز الشمس إلى آخره يعني ممكن فيه أنواع معينة منه سياحة أو بتحب البحر الأبيض المتوسط والسياحة للشمالي والعالمين إلى آخره بس دولت مثلاً اللي كان ممكن يكون أحفاد اللي كانوا في الحرب العالمية التانية عشان يشوفوا رومل وهكذا فده بيبقى عملية تسويق سياحة السياحة الشاطئية بقى السياحة العلاجية إلى آخره السياحة الإفنس أو السياحة الزواج سياحة الزركات شرم الشيخ سياحة الأزياء كل دي أنواع من السياحة بتبقى محطوطة بس الطلب على السياحة الأكتر بيبقى على مستوى العالم السياحة الشاطئية يليها السياحة الثقافية وبعدين بقى تيجي السياحات الأخرى يعني طيب فكرة استهداف فئات ما احناش بنجذبها دايماً بنكلم الناس اللي عايزة تسافر سفر لكجيريس كده ومرفع وكده بنكلم الطلاب ولا بنكلم الناس اللي بتشتغل وعندها القدرة على السفر من فترة تانية بنعمل ايه بنستهدف مين لا هي دي بقى بترجع إلى الشركات العاملة في المجال أكتر يعني مثلاً فيه سياحة لكشيريس زي ما حضرتك زكارتي حدنا ندخل فيه اليخوت اليخوت مثلاً طبعاً الدولة قامت والسيد الرئيس وجه بتخليص كافة الإجراءات في سياحة اليخوت وهي بتتبع وزارة النقل البحري فبقت سهولة فيه أبليكيشن موجود فيه تعريفة موحدة لأي ياخت هيدخل طبعاً دي سياحة المليونيرات أو مالتي مليونيرات هنقول والملياردرات وبتبقى بيجي مع الاسطاف بتاعه اللي موجود بتتكلف كتير قوي متوسط انفقه عالي جداً فيه طبعاً دول البحر عباد المتوسط فيه زي اليونان وإيطاليا وفرنسا لما احنا كان الأول بياخد الإجراءات ووقت طويل وصعوبات كبيرة جداً دلوقتي لأ ممكن تخلص الأبليكيشن وكافة الداتا وكل حاجة فيه ساعة بالكتير قوي وده الأهم أنا رايحة تفسح يعني مش مقلود أعد وقت تنتظر فيه عندنا مارينة موجودة كتير في مارينة في شارم الشيخ وفي مارينة في الغرداء والجونة في مارينة العالمين يعني موانئ متعددة في أماكن مختلفة الأول كان لازم يدخل ويخرج من نفس المارينة دلوقتي لأ يدخل من المارينة دي ويخرج من أي مارينة تاني طبعاً بيحتاجوا احتياجاتهم كتيرة بقى واللوجيستيك اللي بتت بوجود الياخد ممكن رجل أعمال يسيب الاسطاف موجود ويسافر يقلص بيزنس ويرجع تاني وطبعاً فيه ناس عندها يخد بخمسمائة مليون دولار زي جيف بيسوس مثلاً متع أمريكا وفيه أمراء فالمارينة اللي موجودة دي سياحة مهمة جداً دي لكسيريس فيه السياحة بقى اللي هي الكام الكام دي بقى اللي هي التهران الشرطر بين الأعداد السياحة الشاطئية مثلاً يبقى فيه مثلاً مئة رحلة كل أسبوع بتنزل هنا وهنا وهنا وبتجيب مثلاً 200 فرد فدي بتبقى كام متوسط انفاقه ما بيبقاش عالي ممكن تكون ماكسيمم مئة دولار في اليوم وده بالنسبة له كويس هناك لأنه لو قعد في بلده هيصرف أكتر من المبلغ ده وهو بيتفسحه بيقضي حاجات كتيرة جداً فيه المستهدف بقى لو فيه سياحة مثلاً زي ما بنقول سياحة رحلات زي رحلة العائلة المقدسة أو كذا بتبقى مستهدف بقى بيبقى فيه مراكز معينة في أوروبا أو في دول أمريكا أو إلى آخره بتستهدفها الشركات اللي بتعمل في نفس المجال وبيتم مقابلة الشركات دي إما عالمياً أو سفريات خاصة وبنقدر نجيب منها جروبات وأفواك سياحية ثقافة مثلاً السياح العربي أو الخليجي مختلفة عن ثقافة السياح الأوروبي بيجي مثلاً لو بيحب يعيش الأطمسفير بتاع السياحة التراثية بينزل خان الخليلي بينزل المناطق الإسلامية والمناطق القديمة في مصر ويعيش الجو ده وممكن فيه بقى فيه سياحة بيحبوا يعيشه في البوتيك أوتيل في نفس المناطق دي دلوقتي برضو ده بيستهدف كذلك بالحملات الإعلامية أو بالمقابلات لما بتتم سفر رجال الأعمال أو الشركات إلى الخارج طيب اتكلمنا عن المقاومات ومما لا شك فيني فيه تحديات إيه التحديات اللي بتواجه قطاع السياحة في مصر وشايف الرقم اللي احنا وصلنا دلوقتي 15 مليون ساياح في عام 2023 هل مناسب لهذه الفترة في مصر هو مناسب طبعاً دلوقتي وخاصة بعد ان احنا خرجنا من مرحلة كوفيد واللي كانت مرحلة صعبة جداً على مستوى العالم التحديات اللي بتواجهنا ان احنا عايزين طبعاً مزيد من المقاعد في التيران الشرطر والاستثمار تخفيف أو منح المستثمرين فرص وتخفيف يعني عايز فيه إعفاءات ضريبية لان لازم هو عشان راجل هيجي يصرف مثلاً 100 مليون دولار أو كوتيفر بقى الاستثمار اللي هيصرفه وهيصرف على منطقة معينة ويبني فنادق وفمحتاج ان هو يشتغل عشان يعمل تيرن أوفر للفلوس دي فمحتاج اعفاءات ضريبية وتسهيلات طبعاً وبيشغل عدد كبير من العمالة زيادة عدد الطيران الشرطر طبعاً هو موجود كويس وبتزيد لا عايزين المستثمرين يدخلوا بقوة كبيرة لان هو الطيران لو احنا عندنا مثلاً رحلتين دلوقتي مثلاً لمومبي ودلهي في الهند طيب بس الهند كبيرة جداً بتصدر 120 مليون سياح في السنة لازم يبقى عندنا مستثمرين عندهم طيران شارتر أو الدولة تجيب أعداد وتبقى عدد الرحلات أكتر فده دي من ضمن العوائق طبعاً بقية الحاجات الحصول على التأشيرة موجود دلوقتي بسهولة أونلاين دلوقتي وفي دول معينة عايزين ده فيه كنترول برضو يبقى على يفضل انه تعمل أبليكيشن لكافة التكاسي اللي بتشتغل تاكسي مع السياح زي دول أوروبا وأمريكا ودول خليجية انه يبقى فيه أبليكيشن موجود زي اسمه ايه اللي هو أوبر بس تاكسي بقى التاكسي اللي بتشتغل مع السياح عشان ما يحصلش مضايقات وكده لان دي برضو بتؤدي أحيانا إلى بعض المشاكل يبقى فيه أبليكيشن عليه اسم السائق وكذا وكل بياناته عشان يبقى معروف في حالة حدوث أي مشكلة الاستثمار أو يعني عايز أو ايه حتى يعني بالنسبة لكافة الوسائل بتبقى سهلة بس فيه نقطة معينة انه لازم يحصلوا على قروض لان برضو فيه صعوبة في الحصول على قروض لان فيه فترات معانا كان فيها كبوات زي الكوفيد وما قبله مثلا حدثة الوتراء فقعدت الفنادق فترة طويلة والشركات والنقل السياحي إلى خيره مع ارتفاع الأسعار طبعا محتاجين سهولة في القروض لمزيد من القروض عشان يقدر ينجز بسرعة ونقدر نوصل لنفس الأعداد دي احنا عندنا طفرة في حاجات ممكن تكون مش متخيلين انها مهمة ولكن هي فرقت جدا واعتقد انها بتعمل قيمة مضافة وممكن تجذب السائح يعني احنا عندنا الطفرة اللي موجودة في المستشفيات الطفرة اللي موجودة في الحاجات دي فكرة ان السائح يبقى عليه تأمين طبي موجود بيتلقى علاج محترم بالاضافة للسياحة العلاجية دي حاجة ممكن سوء يعني نوسع نتوسع فيها بشدة مع الاستثمار في البنية التحتية اللي موجودة عندك طبعا هو ده موجود بس هو بيبقى متأمن عليه من الخارج احنا منقدرش نأمن عليه انا بتكلم على جودة الخدمة المقدمة اه جودة الخدمة المقدمة بالنسبة للسياحة السياحة العلاجية في عندنا سياحة علاجية وسياحة استشفائية السياحة العلاجية اللي هي المستشفيات اللي هي في مصر مثلا وبيجي لنا النوع معانا السياحة الاستشفائية اللي هي وجود طبعا العيون الكابريتية وعلاج الصدفية والعمود الفقري والدفن في الرمال في قرى معينة أو في أسوان أو في سفاجة أو في شرم الشيق مثلا عيون موسى إلى آخره يعني في الوحات طبعا في أكتر من 400 عين كابريتية في جبل الدكرور في حتة كتيرة دي كلها متوفرة فيها الخدمة وبيجيها بيقصدها نوع معين من السياحة وبيتم طبعا التسويق لها من خلال الشركات اللي بتعمل في هذا النوع من السياحة وفي جزء منها أكتر طبي بيبقى فيه ارتباط مع المستشفيات الدولية الشركات السياحة ممكن توفر برنامج سياحي لكن أكتر بيبقى المراكز الطبية والمستشفيات والعملين والأطباء اللي بيعملوا في نفس المجال بيبقى عندهم أشق في جلب المرضى واستخراج لأن من الشركة السياحة ما تقدرش بردو تبقى مسؤولة عن جلب مريض بظروف صعبة معينة هتتحمل مسؤوليته لازم تبقى عنده خبرة من الأطباء أو المراكز الطبية اللي بتستقلبه والبرنامج السياحي بتعمله طيب يمكن ذكرت من شوية أن يكون فيه أبليكيشن كده السائقي التاكسي اللي بيتعاملوا مع السياح مش بس السوائين فكرة أي حد بيتعامل مع السائح بمجرد ما بينزل أرض مصر حد ما بيسافر إزاي شايف العنصر البشري مهم في هذه المنظومة إزاي تم تدريبه خلال الفترة اللي فاتت والدليل على ده أنه هو لما بيتطلب بره لا بيثبت فعلا جدرته في إدارة أي منشأة سياحية اللي بيحصل باستمرار عندنا في غرف شركات السياحة لأن احنا خمس غرف وفيه اتحاد المصري اللي عامل غرف السياحية فيه غرفة شركات السياحة فيه غرفة الفنادق غرفة المنشأات السياحية اللي هي المطاعم وغرفة الغطس والدايفينج يعني مركز الدايفينج وغرفة العديات أو البزارات بيتم تدريب كافة العاملين بدورات تدريبية معينة بيبقى زي نوع من الاستثمار في العنصر البشري داخل القطاع السياحي وكل الموظفين اللي عندنا في شركاتنا أو في الفنادق بيتم تدريبهم بصفة مستمرة بدورات تدريبية وبيبقى طبعا متأمن عليهم بيصل إلى مرحلة معينة يعني أي دورة ممكن يبقى فيه دورة مثلا مش في سياحة دينية فيه دورة سائقين فيه دورة ريسبشون فيه دورة كذا فيه دورة في قصدي الفندقة في قسم المطبخ يعني الحاجات دي طبعا بيشتغلوا وبعدين الطلبة في كلية سياحة فنادق لما بندرسهم يعني وبندرسهم كذا بيبقى فيه جزء براكتكال وبيجوا في الصفل يتدربوا في الشركات وفي الفنادق وفي المطاعم والمنشآت السياحية وبقى فيه في كلية السياحة والفنادق أساسا أن جزء لو هو بيدرس في قسم الفنادق أنه هو بيبقى على طول من ضمنه جزء عملي بيدرس فيه أو بيشتغل فيه المطاعم وبيأخذوا الطلبة دي بشكل معين فبيبقى عندنا كوادر كتيرة بتخرج وطبعا دورات للسائق السياحة إلى آخره فبتخرج الكوادر دي بشكل مدرب كبير وبس بيبقى ناقصها الخبرة بتاخد الخبرة طبعا إحنا يعني المرشدين السياحين طبعا بالكواليفايد طبعا على مستوى العالم طبعا لأنهم دارسين تاريخه وعصار وكذا أكيد كل شكرا لك الخبير السياحي وسام هزعنا وارتنا وشرفتنا شكرا لك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك